عرض خبراء ومسؤولون في وزارة الصحة وبنك إسرائيل خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو التي تقضي بتوزيع المال على جميع المواطنين بمبلغ يصل إلى ستة مليارات شكل تقريبا ووصف محللون اقتصاديون الخطة بأنها تهدف إلى تهديئة الاحتجاجات ضد نتنياهو المطالبة باستقالته عدا عن معارضة الخطة من داخل الحكومة وفي صفوف المعارضة أيضا هذا وعرض رئيس الوزراء ووزير المالية الخطة خلال مؤتمر صحفي التي تأتي على خلفية الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انتشار كورونا على حد قولهم وتنص على منح مبلغ 750 شيكل لكل مواطن فوق سنة 18 و2000 شيكل لعائلة لديها ولد واحد و2500 شيكل لعائلة لديها ولدين و3000 شيكل لعائلة لديها ثلاثة أولاد فما فوق اشتركوا في القناة